إذن الله ماذا يقول وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٍ الفتنة أصلها ما هي يقال يفتن الذهب بالنار ما معنى يفتن؟ أي يمتحن حتى يعلم إن كان ذهباً أو نحاساً أو شوائب أخرى لأنها تزول بالنار فيفتن الذهب بالنار لتعلم مدى نقائه وصفائه وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٍ وبعدها ماذا يقول وإلينا ترجعون فتريد أن تكون وقد أشرق وجهك عند الوقوف بين يدي الله تقول له يا حبيبي يا الله جئتك تائباً فقبلتني جئتك مذنباً وتبت إليك فاستقبلتني بعفوك وكرمك ومنك وجودك وأحسانك إذن الله له آية جميلة جداً وَنَبْلُوَكُمْ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا آية أخرى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إذن ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين